بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يبين أحكام الجهاد وأنه للدفاع عن النفس ويلزم على المجاهدين أن لا يعتدوا في قتالهم بل يلتزموا بالشرع في حدود القتال ويبين الله تبارك وتعالى الحكمة في تشريع الجهاد وهي درء الفتنة وبعض الأحكام المتعلقة بباب الجهاد وقاتلوا في سبيل الله أيها المسلمون قاتلوا جهادا في سبيل الله لا لحب السيطرة والغلبة والانتقام هذا شأن ملوك الدنيا وزعمائها بل قتالكم في سبيل إعلاء كلمة الله ونجاة المستضعفين والتي فيها سعادة البشر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهم الذين تعدوا عليكم فيشرع القتال للذين يقاتلون المسلمين ولا يشرع القتال على كل كافر فمن ألقى سلاحه مثلا وسكن إلى محله فلا يجوز قتاله فالذين تعدوا عليكم قاتلوهم دفاعا عن أنفسكم ولا تعتدوا إذا قاتلتم من قاتلكم فأن قتالكم قتال دفاع فلا معنى للاعتداء عليهم وأنتم مرتبطون بالله الذي تقاتلون من أجله فلا يصح الاعتداء منكم والاعتداء إما بتجاوز الحد في القاتل كقتل الأطفال والنساء أو في كيفية القاتل كالمثلة أو بغير القاتل كأحراق الدور وقطع الأشجار فأن كل ذلك منهي عنه إن الله لا يحب المعتدين فلا يريد الخير لهم فإن الله تبارك وتعالى يحب العدل والإحسان وقد أمر بهما فكيف يحب من اعتدى وبغى وقد أوصى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أبناءه بقاتله ابن ملجم فقال لهم إنه أسير فأحسنوا إليه وأكرموا مثواه فإن بقيتوا قتلتوا أو عفوت وإن متوا فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين بعض تفاصيل المقاتلة فأولا القاتل واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني أقتلوا الذين يقاتلونكم في أي مكان وجدتموهم هذا أولا وثانيا الإبعاد وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني أخرجوا الكفار من مكة بالإبعاد كما أخرجوكم منها فالذي قاتلكم اقتلوه والذي أخرجكم من دياركم أخرجوه جزاء وفاقة هذه مقابلة بالمثل وخاصة إن مكة دار التوحيد فلا يقربها المشركون والفتنة أشد من القاتل الفتنة التي أثارها الكفار ضد الإسلام كإذاء المسلمين وإلقاء الشبهات عليهم وتفتينهم عن دينهم وإلقاء الارتياب والشك في قلوبهم لجلبهم إلى حضيرة الكفر بعد أن هداهم الله هذه الفتنة أشد من القاتل يعني من قتلكم إياهم فالقاتل يوجب ذهاب الدنيا والفتنة توجب ذهاب الدين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فهناك حدود للمقاتلة مكانية وزمانية أما الحد المكاني أيها المسلمون لا تقاتلوا الكفار عند المسجد الحرام يعني في الحرام لأن الله جعل الحرام مكانا آمن فلا تقاتلوهم فيه حتى يقاتلوكم فيه يعني حتى يبدأوكم بالقتال عند المسجد الحرام لأنهم لم يحفظوا حرمة الحرام وابتدأوكم بالقتال جاز لكم مقاتلتهم وقتلهم عقابا لهم على هدكهم حرمة الحرام فإن قاتلوكم يعني بدأوا بالقتال في الحرام فاقتلوهم فيجوز لكم قتلهم هناك كذلك جزاء الكافرين هذه الأحكام التي مرت هي جزاء للكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا عن الكفر بأن أسلموا أو انتهوا من قتالكم بأن تركوا القتال فإن الله غفور رحيم لا يشرع قتلهم حينئذ فإن أسلموا فإن الله تبارك وتعالى يغفر معاصيهم حتى التي ارتكبوها قبل الإسلام من قتال المسلمين فإن الإسلام يجب ما قبله فإن الله غفور رحيم غفور يغفر السيئات ورحيم بعباده المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين